المخرج الكبير أستاذ يوسري نصر الله كنت بسأل حضرتك أيضاً عن ما يحدث في غزة الآن هل تتوقع أنه سنجد له صدى على شاشات السينمات العربية قريباً؟ أملت في روما رشيد مشهراوي مخرج الفلسطين الكبير اللي هو غزاوي أساساً بيخلص فيلم بس أكيد راجع غزة عشان يعمل فيلم هناك تاني وأنا متأكد أكيد دلوقتي صعب جداً أن الواحد يصور فيلم في الظروف العجيبة بس أكيد مليان حكايات إنسانية جداً حيعرف يحكيها الفلسطينيين اللي أنا خايف منه حقيقي هي أن أن الناس براء فلسطين ومش عارف إيه مرة واحدة يعتبروا أن ده أولاً موضوع درامي حلو أي تم تيجي نحكي حكاية وهما مش كإنفعال سياسي إديولوجي مش إنفعال يعني أكيد لو حد هيحكي لي حكاية عيلة مصرية بتحاول تفهم إيه اللي بيحصل حواليها ده ليه في فلسطين ده دلوقتي ده ممكن يبقى حكاية حلوة بس يعني خلينا دايماً يعني السينما الحلوة دايماً سينما جاية من القلب وجاية من حاجة أنت عايشها بحق وحقي أول ما تبتدي المسألة تقبل مجرد إنها فكرة أو إحساس ما بالواجب أحباً زي عزة مش عارف إزاي الوحيد مش رحولتك بس أستاذ يوسري أنا عايزة أتوقف مع حضرتك عند شيء هام وجديد هذه المرة يعني ما يحدث في غزة الآن يتم نقله بالكامل عن طريق شاشات التليفزيون العالمية أي المظاهرات في الدول الأجنبية التي كانت مؤيدة جداً لإسرائيل الناس، الشعب نفسه بقى في الشارع بيطالب بعكس ما تطالب بيه حكوماته أعتقد الوضع مختلف وبالتالي لو تخيلنا أن هناك عمل سينمائي جديد لن يكون بالمواصفات الأديمة أنا مش قادر أتخيل، أنا شفت الوضع ده قبل كده أنا عمري 71 سنة الكارثة متهيالة للناس أدركته دلوقتي عالمياً وأرجوا الندائم بحقيقي أن يا جماعة مش لازم نستنى كوارث من هذا النوع عشان ناخد بالنا أن فيه شعب متهط بالكامل وبيتعرض للكوارث دي كلها ده المكسب الكبير اللي حصل في الحاجات الأخرانية أن ده صحبه عنف شديد جداً ده حاجة مؤسفة جداً أي أن كان اللي تضرر من الموضوع ده إنما لي يا جماعة ما بتبصوش للموضوع ببساطة شديدة على إن ده ظلم ظلم واعع من سنة 48 قد تكون تلك يعني بداية يعني فعلاً الصورة اللي بنشوفها حالياً على التليفزيون والتي يعني قامت بدفع جماهير كبيرة جداً جداً في بلاد لم تكن مع إسرائيل في يوم من الأيام بالضبط إنها موجودة في الشارع أعتقد الناتج الفني ممكن يختلف الناتج الفني والناتج الوجداني بتاع الناس اللي جاي دلوقتي إحنا بنتكلم عن إعلام إن الإعلام مرة واحدة حط الناس غصب عنهم الإعلان غصب عنهم حط الناس قدام كارثة كارثة إنسانية وكارثة سياسية وكارثة أخلاقية اللي هي الوضع بتاع الفلسطينيين النهاردة ده دامت هيألي إيه اللي حيترتب عليه عندنا بما في ذلك إحنا على فكرة يعني إن مرة واحدة الناس أدركت مش بس إنها موضوع الأقصى إنه في بني أدمين في حاجة اسمها بني آدم فلسطيني بيتعرض للحاجات دي مش وده يعني في أطفال ضحايا المقاومة بالضبط إزاي ده حيأثر على الإبداع لو في إبداع